ما هو القاطع التفاضي والذي دائر ضجة بين كل اللي بيهن؟ تعاني سرح لك بكل بساطة ومنطول شعليك القاطع هذا أو التاكو يلي في كل حوش تلقاه موجود هذا عنده زواز وضائف فقط زواز وضائف بس الوظيفة الأولى اللي هي مكتوبة لها حالياً 32 أمبير ما معناها؟ معناها إن الأسلاك اللي خشات فيه لهم أسلاك الحوش الرئيسي لما يفوت الحمل 32 أمبير ما يصير؟ يطيح القاطع هذه الوظيفة الأولى اسمها الـ overload في الإنجليزية الوظيفة الثانية هي اسمها short circuit أو باللغة العلمية وهي قصر الدارة يعني نحن بالليب نقولها مصة يعني وهو إن الخيوط اللي طلعتها بخشات لهم لما يتلاقوا الأسلاك مع بعض أو يصير التماس نحن بالليب نقوله تصير مصة وماذا يصير؟ يطيح القاطع نحن بعدين القاطع هذا وهو دائر ضجة كبيرة بين المهندسين الكهربائيين وأصحاب المنازل والزباين وأصحاب المحلات كذلك هذا تفهمنا فيه مهمة الزوز هادهم زوزة اللي قدامك هادهم ماهمش زي بعض هذا اسمه قاطع تفاضلي وهذا اسمه فاصل تفاضلي القاطع مش نفس الفاصل أراه وهذا خطأ كبير يصير بين أصحاب المحلات ومن بعض الكهربائيين القاطع تفاضلي شنو وظيفته؟ الاسمه العلمي RCD هذا عنده دور واحد فقط لهو حماية الإنسان كيف حماية الإنسان؟ إقاطع هذا وضيفته شنوه؟ 0.03 أمبير يعني 30 ميلي أمبير شو معنى كلام هذا؟ لما يجي إنسان أو مثلا قد ضرع عيل صغير أو أمك أو أختك أو زوجتك أو أي شخص يلمس خط الحي هنا صار عندي تسريب لما طالع مثلا خمسة أمبير نجي هنا نلمس خط الحي هنا مثلا صار عندي تسريب أمبير مشايف جسمي أمبير واحد رح يرجع أربع أمبير هنا لما يطلع خمسة يرجع أربع أمبير هنا صار عندي تفاضل شنو يصير؟ هنا يطيح القاطع هذه هي وظيفة قاطع حماية الإنسان اللي هو الـ RCD اللي هو قاطع تفاضلي بعض الناس اللي يحطه لك هذا هذا يحطه لك رئيسي على الحوش بدل هذا هذا هو الرئيسي في اللي يحط هذا رئيسي على الحوش لو نحط هذا رئيسي على الحوش هذه كارثة بكل معنى الكلمة لماذا؟ لأن هذا لا يوجد حماية حرارية لو أن الـ RCD كان تاك ورئيسي على الحوش بالكامل لو الخيوط مسوا بعضهم مش هيفصل لو الأسلاك فهذه الحمل متاعهم أربعين أمبير مش هيفصل بالعكس رح تولع فيه النار و رح يتفجر و رح ينحرقوا الأسلاك و رح تصير كارثة جولي ثالث شيء الفاصل التفاضلي اللي يسمها العلمي RCBO تمام؟ شنو وظيفته هذا؟ هذا عنده ثلاثة وظائف شنو هم ثلاثة وظائف؟ هم نفسهم والوظيفتين اللي عندنا في التاكو هذا و نفس الوظيفة التسريب اللي في التاكو هذا يعني هذا خريط بين هذا و هذا تمام يجيني شخص يقول لي عاصم طالما هذا يملك الثلاثة وظائف اللي عنده هذا الزوز علش ما نحطش هذا بروحة و نلغي هذا من الزوز لا هذا كلام غلط ركز لي قانون الكهرباء يقول لك لو أنك حطيت الـ RCD اللي هو قاطع تفاضلي إجباري تحط قبله التفاصل التفاضلي حطيت الـ RCD إجباري تحط قبله RCBO ما فيهاش نقاش الحاجة هادي يكون أول حاجة عندي اللي هو التاكو الرئيسي تمام؟ بعدين يجيني الـ RCBO بعدين يجيني الـ RCD هذا هو المبدأ الصحيح وترتيب الصحيح للحماية التفاضلية بالشكل هذا تمام؟ لما تحط لي RCD قانون الكهرباء ركز ليها يقول لك أن الـ RCD ضرورة تكون بعد 8 دوائر لو عندي أكثر من 8 تكوات ما ندير؟ نحط القاطع تفاضلي وبعد 8 دوائر لو فيه أكثر من 8 نجيب قاطع تفاضلي واحد ثاني ونحط بعد 8 دوائر وهكدا قاطع الثالث وبعد 8 دوائر الثلاثة التفاضليات اللي حطيناها متأوها حاليا منين يتغدوا؟ هل يتغدوا من الرئيسي؟ لا يتغدوا من الـ RCBO اللي هو الفاصل التفاضلي فمش أي كهرباء يعرف يتعامل معاه بدقة بجديات لو ما خدمتش صح لو ما خدمتش بنهاية سلك لو ما كبسش الأسلاك بالصح لو ما جمعتش صحيح تعرف ما سيصير لك؟ رح تركبه الزبون كل شهر يقول لك التاكو يفصل يعني الزبون يقول لك تعال الغيني هائيا علشانك انت خادم به غلط هنا معظم الناس اللي بيين يقول لك الأرضي في ليبيا ما هوش ناجح فيش حاجة الأرضي ما هوش ناجح الخطأ إن الكهربائي ما خدمش صح الخدمة الصحيحة تخدم بشبكة أرضي تحط هذا زي ما قلنا رئيسي تحط بعدها رسي بيو وبعدها رسي دي وهذا هون هي الفيديو كان معاكم عاصم الشطي ودينونا متعبا صفتنا على الفيسبوك المنارة لخدمات الكهربائية تحط装 تحطي خذ شكرا شكرا AAAA اشتركوا في القناة